صلت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير وكالة تافيتش الذي توقع سمرار مصر في التوسع في انتاج الصلب خلال عام 2023 واضف التقرير أن مصر من أكبر الدول انتاجا للصلب في إفريقيا وساني أكبر منتج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما أشار التقرير إلى توقعات الوكالة بمضاعفة مصر لانتاجها من الذهب تدريجيا في السنوات القادمة بعد أن منحت 82 موقع للتنقيب إلى 11 شركة تعدين